السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحراداتكم على قناتي ازرع بيدك وزين بيتك وعلى فيسبوك ايضا ازرع بيدك وزين بيتك وقبل منبدأ الفيديو منتنسوش الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اللي بيته وصحبه وسلم اجمعان الى يوم الدين منتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجلس رسلكم اشعارات جديدة من الفيديوهات وعمل لايك لتوسع انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب والمشاركة مع الاصدقاء وشعاركم الفيديو يلا بينا نزرع هنتكلم على صبار العامة القاضي القضراء او زنبك الصبار او صبار وقبل من نخش في تفصيل الفيديو كما عودناكم اللي احنا هنتكلم على نبزة عن معلومات عن النباتات وكيفية الزراعة اسمها العلمي ايكونيبسيس تيبي فلورا وموطنها الاصلي الارجنتين تنمو صبار الاكنبسيس بسرعة وتشكل تجمعات كبيرة يسل قطرها الى 60 سنتين وتنتج ظهورا رائعة مزهرة ليلا من اللون الابيض الى الوردي كما حضركم شايفين على شكل كومة مع نبيب طويلة بطول يتراوح من 15 الى 20 سنتين كما موضح في الفيديو قد يكون للصبارات القديمة عشرات من الظهور المزهلة انفتوحة في كل مرة وتزاهر هذه الانواع من اواخر الربيع الى الصيف وتفتح الازهار قبل شروق الشمس ولكنها تدوم يوما واحدا فقط بكمال كامل وفي اليوم الثاني الذي تبدأ فيه بالزبول قد تم عبور هذه النباتات على نطاق واسع مع انواع اخرى من ويبدو ان عدة الاصناف الصبارات لا تنتهي والظهور جميلة متوفرة في مجموعة متنوعة من الالوان الزهية التي تتراوح بين الارجواني والاحمر والبرتقالي واخيرا الاصفر ويعتبر الصبار من الخيارات الشائعة للزراعة في الاصص او الاواني او في الحضايق من اجمل الزينة وصبار الكونفرد مكاوم للجفاف ومشاء الله نبات جميلة احنا نقدر نبتنيه عندنا لظهوره الرائعة صبار العم الخضراء هو نبات يتحمل الجفاف ولا يتطلب سقيا متقررا اسقي الماء جيدا عند تكون الطربة جفة تماما عندما يتم وضع الماء في وعاء انتظر حتى يتضفق الماء من القاعة ثم ازيل الماء الزائد من الدرج لتجنب تراكم المياه وتجنب تعفن النبتة لماذا لم يزهر زنبك الصبار اولا قد لا يكون الوقت كدحان للتزهير النباتات ويمكن ان يتراوح الوقت من الازهار الى التفتح من بين سنتين الى عشرين سنة او اكتر وقد يحتاج النباتات الى مزيد من اشيات الشمس او درجة الحرارة او الاسمدة كم بزيادة التعرض لعشات الشمس والاسمدة بشكل مناسب واستكمل الاسمدة بالفوسفور والبوتاسيوم او كم بشراء سمات خاصة لتعزيز الزهار صبار الكنفز لماذا يتحول صبار الكنفز الى اللون الاصفر يتحول صبار الكنفز الى اللون الاصفر بسبب الافراط في الري وعدم كفاية ضوء الشمس او الافات ولا يتطلب صبار الكنفز الكثير من الماء ويؤدي الماء الزايد الى نقص الكشوزين وتعفن الجذور بشكل عام ولا تحتاج الى المياه في كثيرا من الاحيان كن براياها فقط عندما تكون التربة جفة تماما وتأكد من تصريف المياه في الاصص ويمكن زيادة ضوء الشمس لها ولكن تكن بالتعرض المباشر لشات الشمس المشتعلة في الصيف لمنع حروق الشمس والافات والامراض التي تصيب صبار الكنفز البق الدقيقي الفحمر القمعية نيماتودة تعفن الجذور وعفن الساق ومرض فيروسي المن وعس العناك كن بإزالة كميات صغيرة من الافات بالكحول اما بالنسبة للاصباط الكبيرة رش المبيدات الحاشرية مثل مبيد لمبادة او موليسيوم او استشارة مهندسين زراعين باختلاف انواع المبيدات من كل دولة والاخرى ما شاء الله انا بقى جميل وهنتكلم على كيفية الاكثار تابعوني لنهاية هنتكلم على عملية الاكثار لصبار الكنفز هو بتقاصي عن طريق البزور لما الوردة تتلقح زي محاولاكم شايفين دي بيتم التلقيح عن طريق النحل او الحشرات ماشي وبتنتج معنا بعد كده بزور وبناخد البزور دي بنزرحها بطربة بوتمس ونزرحها في شهر اتنين وثلاثة لحد الصيف كده عرفنا اول نقطة اللي احنا بنزر عن طريق البزور اما الطريقة التانية عن طريق الخلفات زي ما حضركم شايفين دي الخلفات النبتة معنا بنشيل الخلفات كده بحذر زي ما حضركم شايفين عشان خاطر الاشواء ونزرع انا زرع مجموعة زي ما حضركم شايفين تمام باسهل الاشياء واسهل الطرق لكيفية زراعة صبار اما القاطع الخضراء لو في اي سؤال او اي صفصار ياريت تكتبولي في التعليقات وهرد عليكم على طول ده كان شرح عملي ونظري على صبار ايكنوبسيز مع تحياتي ابو اسر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه القناة مخصصة في جمع المعلومات عن النباتات الزينة الداخلية والخارجية ومعرفة تكاثرها اشتركوا في القناة